هل يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تحدث تحولاً في مستقبل الزراعة في الصين؟ في هذا الفيديو سنستكشف كيف تحدث الأتمتة ثورة في ممارسات الزراعة بدءاً من الجرارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الطائرات المسيرة الدقيقة والمزارع الرأسية استعدوا لرؤية كيف تعالج الصين قضية الأمن الغذائي بطريقة لم يسبق لها مثيل لا تفوت ذلك؟ اشتركوا في قناتنا وابقوا على اطلاع على أحدث ما في التكنولوجيا والابتكار هل يمكن أن تحدث ثورة الأتمتة الزراعية في الصين تغييراً حقيقياً في مستقبل الأمن الغذائي في واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم؟ في الصين يتم الإجابة على هذا السؤال من خلال التقدم المذهل في أتمتة الزراعة مما يحول مساحات شاسعة من الأراضي إلى مزارع ذات إنتاجية عالية يتم إدارتها بكفاءة مع زيادة التوسع الحضري والتسبب نقص العمالة في تحديات يتبنى قطاع الزراعة في الصين الأتمتة بسرعة لتلبية هذه الاحتياجات تتبنى الصين الأتمتة للتصدي لقضايا مثل نقص العمالة وزيادة الطلب على الغذاء تشهد المناطق الريفية عدداً أقل من الشباب المهتمين بالزراعة التقليدية والحاجة إلى إنتاج غذاء فعال أمر حيوي للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني أصبحت الأتمتة هي الحل مع تقنيات تتراوح بين الجرارات الذاتية الأنظمة الذكية للري التي تحدث ثورة في ممارسات الزراعة في جميع أنحاء البلاد على سبيل المثال الجرارات الذاتية المزودة بنظام تحديد المواقع جي بي اس وخوارزميات التعلم الآلي تقوم الآن بحرث الحقول وزراعة البذور بأقل تدخل بشري مما يغطي مساحات شاسعة بسرعة أكبر من الطرق التقليدية إحدى أهم الابتكارات في الزراعة المؤتمدة في الصين هي استخدام الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار لتنفيذ الزراعة الدقيقة على سبيل المثال تراقب الطائرات بدون طيار صحة المحاصيل وتكتشف إصابات الآفات مما يسمح بالتدخل المبكر لمنع خسائر المحاصيل وفي الوقت نفسه تقيس أجهزة الاستشعار المدمجة في التربة مستويات الرطوبة والعناصر الغذائية ودرجة الحرارة مما يوفر بيانات فورية للمزارعين تساعد هذه البيانات المزارعين في اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين استخدام المياه والأسمدة والمبيدات النتائج زيادة غلة المحاصيل وتقليل استهلاك الموارد واعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في أتمتة الزراعة في الصين من خلال خوارزميات التعلم الآلي يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات المجمعات من الحقول ويتنبأ بأفضل الأوقات للزراعة والري والحصاد تتجاوز هذه التقنية الأتمتة البسيطة فهي نظام ذكي قادر على تعديل أسلوبه بناء على تغير أنماط التقص وظروف التربة وأنواع المحاصيل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي يحقق المزارعون الصينيون انتاجية أعلى ويقللون الهدر ويواجهون التحديات بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى مع توسع المناطق الحضرية شهدت الصين أيضا زيادة في الزراعة العمودية وهي تقنية تزرع فيها المحاصيل في طبقات متكدسة غالبا داخل بيئات محكومة تعد الأتمتة جوهرية لهذه المزارع العمودية حيث يتم ضبط درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة بعناية لتحسين النمو تتيح الزراعة العمودية زراعة الخضروات والأعشاب على مدار العام مما يقلل الاعتماد على المحاصيل الموسمية ويلب الطلب على المنتجات الطزجة في المراكز الحضرية تشغل هذه المزارع مساحة أقل وتقلل المسافة التي يقطعها الغذاء للوصول إلى المستهلكين مما يجعلها خيارا مستداما لإطعام السكان المتزايدين في البلاد تمتد الأتمتة في الزراعة الصينية أيضا إلى الحصاد والتعبئة يمكن للروبوتات المزودة بأجهزة استشعار متقدمة قطف المحاصيل الحساسة مثل الفراولة أو الطماطم دون إطلافها مما يحافظ على معايير الجودة العالية تتولى الأنظمة المؤتمتة بعد ذلك فرز وتصنيف وتعبئة المحاصيل مما يقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية ويسرع العملية يساعد هذا المستوى من الأتمتة في تقليل خسائر ما بعد الحصاد مما يضمن وصول المزيد من المحاصيل إلى السوق في حالة مثالية على الرغم من أن التقدم في أتمتة الزراعة في الصين مثير للإعجاب إلا أنه يواجه أيضا تحديات يمكن أن تشكل التكاليف العالية المرتبطة بتركيب وصيانة المعدات المؤتمة عائقا أمام المزارعين على نطاق صغير علاوة على ذلك هناك حاجة إلى قوة عاملة ماهرة لتشغيل وإدارة هذه التقنيات ومع ذلك فقد أدركت الحكومة الصينية أهمية أتمتة الزراعة واستثمرت بشكل كبير في الإعانات وبرامج التدريب لدعم المزارعين في الانتقال إلى هذه الأنظمة المتقدمة مع هذه الاستثمارات المستمرة يبدو مستقبل الصين في أتمتة الزراعة واعدا من خلال تبني الأتمة لا تواجه الصين مخاوف الأمن الغذائي فحسب بل تضع أيضا سابقة للزراعة المستدامة على مستوى العالم قابل سارة الفلاحة المخلصة التي كانت في يوم من الأيام تواجه حالة من عدم اليقين المستمر كانت الأنماط الجوية غير المتوقعة والآفات التي لا هوادة فيها تهدد رزقها عاما بعد عام لكن اليوم قصة سارة مختلفة بفضل الذكاء الاصطناعي تحولت من فلاح تقليدي إلى متخذة قرارات تعتمد على البيانات الحساسات المنتشرة في حقولها تجمع معلومات حية عن ظروف التربة مستويات الرطوبة وحتى تتنبأ بتفشي الآفات المحتمل يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات مما يوفر لسارة رؤى قابلة للتنفيذ الآن يمكنها اتخاذ قرارات مدروسة حول الريء والتسميد ومكافحة الآفات هذه الدقة المكتشفة حديثا تسمح لها بتقليل الفاقد أو زيادة الكفاءة مما يضمن حصادا صحيا ومستقبلا أكثر استدامة لمزرعتها لكن مساهمات الذكاء الاصطناعي في الزراعة تتجاوز تحليل البيانات الطائرات بدون طيار المجهزة بكاميرات عالية الدقة وحساسات متقدمة يمكنها مسح الحقول بالكامل وتحديد المناطق المشكلة مثل البقع المصابة بالأمراض أو نقص العناصر الغذائية هذا يسمح بالتدخل المستهدف مما يقلل الاعتماد على المبيدات ذات الطيف الواسع ويقلل من تأثيرها على البيئة الروبوتات في الحقول كنا نظن أن الروبوتات ستحل محل الفلاحين لكن اليوم هي شريك قيم هذه الآلات المؤتمة يمكنها التعامل مع المهام المتكررة مثل الزراعة وإزالة الأعشاب الضارة مما يحرر وقتا ثمينا للفلاحين للتركيز على الصورة الأكبر تخيلوا مستقبلا حيث تتولى الروبوتات الوظائف المملة مما يسمح للفلاحين بالاستفادة من عمليات الذكاء الاصطناعي وضمان الاستدامة على المدى الطويل لننتقل إلى المستقبل بعد عدة عقود بفضل الزراعة الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن للفلاحين زراعة المزيد من الطعام على مساحة أقل وهذا أمر بالغ الأهمية مع استمرار نمو السكان العالمي مما يضع ضغطا هائلا على أنظمة إنتاج الغذاء مع الذكاء الاصطناعي إلى جانبهم يمكن للفلاحين موجهة هذا التحدي وتحقيق عوائد أعلى وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة قصة سارة هي شهادة على القوة التحولية للذكاء الاصطناعي في الزراعة لم تعد مجرد فلاح بل رائدة في مجالها تتبنى التكنولوجيا لتحسين معيشتها والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة نجاحها يبرز إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تمكين الفلاحين حول العالم مما يحول مهنة كانت في السابق غير متوقعة إلى صناعة مبتكرة تعتمد على البيانات إذا كنت قد تعلمت شيئا جديدا في هذا الفيديو اعطه إعجابا لدعمنا في صناعة المزيد من الفيديوهات مثل هذا التحديات المحتملة الاعتبارات الأخلاقية والتحديات المحتملة هي جوانب مهمة في النقاش حول الذكاء الاصطناعي في الزراعة خصوصية البيانات واحتمالية فقدان الوظائف هما قلقان يجب معالجتهما لكن الخبراء يعتقدون أنه من خلال التعاون والتعليم يمكننا تجاوز هذه التحديات وفتح إمكانيات الذكاء الاصطناعي بالكامل لصالح الجميع مستقبل الذكاء الاصطناعي في الزراعة مستقبل الذكاء الاصطناعي في الزراعة مليء بالإمكانات تخيل الجرارات ذاتية القيادة التي تجوب الحقول بدقة مثالية مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من الكفاءة قد تحدث المزارع العمودية المدعومة بأنظمة مناخية تتحكم فيها الذكاء الاصطناعي ثورة في إنتاج الغذاء في المناطق الحضرية هذه التطورات تحمل وعدا بزيادة الأمن الغذائي وتقليل الأثر البيئي وخلق نظام غذائي أكثر استدامة للجميع أكثر جوانب هذه الثورة إثارة هو إمكاناتها لإلهام جيل جديد من الفلاحين مع الذكاء الاصطناعي كمرشد لهم يمكن للعقول الشابة أن تنظر إلى الزراعة ليس فقط كمهنة بل كمنصة للابتكار وحل المشكلات تخيل مستقبلا حيث يمكن الذكاء الاصطناعي ليس فقط الفلاحين بل أيضا العلماء والمهندسين ورجال الأعمال للتعاون وخلق نظام غذائي أكثر استدامة ووفرة للكوكب وعد تكنولوجيا الزراعة أجي تيك تغيب الشمس على مزرعة تقليدية محدثة توهجا دافئا على طريقة حياة مألوفة لكن في الأفق فجر جديد على وشك الانبثاق الزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد بمستقبل من الوفرة الاستدامة والابتكار هذا لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا بل يتعلق بتغذية كوكب ينمو وضمان مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة هل أنتم مستعدون للانضمام إلى الثورة الزراعية؟ اشتركوا في قناتنا لمزيد من الاستكشافات حول كيفية تغيير التكنولوجيا للعالم إذا أردتم التعرف على الممارسات المستخدمة في تكنولوجيا الزراعة شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة